اشتركوا في القناة اؤمن شرح قانون الايمان في هذه الحلقة سنتحدث عن لقبين من القاب الرب يسوع اللقب الاول هو رب واللقب الثاني هو ابن الله يسوع المسيح هو رب يدعو العهد الجديد يسوع برب في مواضع كثيرة ونعلن في قانون الايمان باننا نؤمن برب واحد يسوع المسيح هذا اللقب هو في ترجمته للكلمة اليونانية كيريوس والتي تعني السيد والرب في الكتاب المقدس هذا اللقب يأخذ معنايان المعنى الاول هو معنى عام فلفظة الرب او السيد تطلق على كل شخص صاحب سلطة فسيد مكان او قطعة من الارض هو الشخص الذي يملك ذلك المكان او تلك القطعة ونسمي صاحب البيت برب البيت المعنى الثاني هو المعنى المطلق المرتبط بالله وحده فهو رب الكون والخليقة في العادة الجديد نقرأ ان يسوع دعية ربا بالمعنيين فالمرأة السامرية ومخلع بيت حزدة ومريم المجدلية يخاطبون يسوع بتعبير يا سيد وهذا تعبير عام يطلق على اي شخص من باب الاكرام او الاحترام وفي المعنى الثاني نرى ان يسوع يسمى ربا وإلها بالمعنى المطلق المختص بالله فنقرأ عن شهادة تومة انه بعد ان رأى جنب الرب يسوع ويديه ورجليه قال له ربي وإلهي وهذا هنا يقول له بالمعنى المطلق الرسل اكتشف هذا اللقب بعد قيامة الرب يسوع من بين الاموات فعندئذ فقط انكشف لهم سر شخص الرب يسوع وأدركوا ان الصلب لم يكن بالنسبة اليه نهاية كل شيء لأن الذي صلب ومات قد قام وظهر لهم وأوكل اليهم مهمة تبشير جميع الامم هذا يبدو واضحا من خطبة بطرس الاولى يوم العنصرة حيث قال فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله قد جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا اعلان يسوع ربا لا يعني ان يسوع بعد القيامته قد نال من الله ما لم يكن يملكه من قبل اي انه كان انسانا ثم اصبح ربا بعد القيامة هذا التعليم غلط هرتوقي في المسيحية لكن قيامة يسوع كشفت وأعلنت امام الناس جميعا سر شخص يسوع الذي هو الاله المتجسد لقب واسم الرب اذا هو اسم الله نفسه ويصبح الايمان بهذا الاسم شرطا اساسيا للخلاص فيقول بولس في رسالته الاهل روميا لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت روميا رصحاح العاشر عدد تسعة وبطرس يؤكد امام محفى الرؤاساء كهنة اليهود وليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص اعمال اصحاح 4 عدد 12 هذا الاسم اتخذ هذا اللقب مدلولا خاصا في القرون الاولى في اطار الامبراطورية الرومانية فبينما كان الوثنيون يعلنون امبراطور روما ربا وإلها كان المسيحيون مقابل ذلك يعلنون يسوع وحده هو الرب ولا انسان غيره يستحق هذا اللقب الالهي يسوع المسيح هو ابن الله هذا هو اللقب التاني وهذا اللقب مهم جدا جدا هو لنشرحه ونفهمه في قانون الايمان يعلن المسيحي بانه يؤمن ويعترف برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور إله من اله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر عندما نقول إن المسيح مولود من الآب وهو ابن الله يتجه فكر بعض الناس مباشرة إلى اعتبار إن الإبن يولد من زوجين وعلى هذا الأساس فإن ابن الله المسيح قد ولد من زوجين هذا المفهوم البشري لبنوة المسيح هو مفهوم خاطئ وقد رفضت المسيحية خلال تاريخها هرتقات كثيرة لم تفهم معنى البنوة والولادة وهذا ليس موضوع حديثنا في هذه الحلقة ففي هذه الحلقة أرغب في توضيح معنى الولادة والبنوة في مفهوم الإيمان المسيحي وكيف نفهم عبارة المسيح ابن الله وما هي طبيعة هذه الولادة إن مفهوم الولادة الذي عبر عنه قانون الإيمان والكتاب المقدس حين سمى المسيح ابن الله هو أولا مفهوم ولادة أزلية أي إنها ولادة خارج الزمن بمعنى لا وقت زمن يحددها في أصلها فهذه الولادة الإلهية تخالف الولادة البشرية التي نفهمها نحن البشر وهذا يعني إنه لا يوجد أسبقية في الزمن بين الآب والإبن هذا ما عبر عنه الرب يسوع في حديثه مع اليهود حين قال الحق الحق يقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وفي بداية سفر الرؤية يقول الرب أنا هو الألف واليا البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي سيأتي القادر على كل شيء ثانيا هي ولادة أبدية لا نهاية لها بمعنى إن الآب في الإبن لا هوتيا دون انفصال أو تجزئ من الأزل وإلى الأبد وهنا أيضا نفهم قول السيد المسيح عن نفسه إنه البداية والنهاية الأول والآخر وهذا القول جاء عن الله في العهد القديم ثالثا هي ولادة مستمرة وهذا يعني إنه لم يكن ولن يكن وقت لم يكن فيه المسيح هو ابن الله فهو ابن الله من الأزل وقد تجلت هذه البنوة بتجسده وهي باقية للأبد أي إن المسيح واحد مع الآب والروح القدس في الإلوهية دون انقطاع أو انفصال رابعا وأخيرا هي ولادة روحية لا تخضع للمكان ولا للزمان لأن الله روح لا جسد في كينونينته أي إن الإبن موجود مع الآب في ذاته منذ الأزل والآن لنوضح قليلا ما هي العلاقة بين الآب والإبن عندما نقول عن الله آب والمسيح ابن فنحن يجب أن نفهم هذين التعبيرين على أساس وجهة نظر المفهوم العبري في الكتاب المقدس ففكرة تبني الله للإنسان فكرة قديمة نجدها في أسفار الكتاب المقدس الأولى فالملك في العهد القديم هو ابن الله ليس لأنه ولده بالجسد بل لأنه اختاره وتبناه يقول الله للملك في المزمور أنت ابني أنا اليوم ولدتك مزمور الثنين عدد السبعة فيصبح الملك منذ تلك اللحظة ابن الله والشعب في العهد القديم برمته يعتبر ابن لله ففي سفر الخروج نقرأ قول الله لموسى إسرائيل ابني البكر خروج أربعة عدد اثنين وعشرين ويسمي الله إسرائيل في سفر هو شع صبيا أحببته وابنا دعوته من مصر الشعب كله إذن كان ابن الله والملك كان ابن الله بنوع فائق فهو يمثل الشعب كله وفي شخصه تتجمع وعود الله لشعبه لذلك يتابع المزمور حديثه عن الملك فيقول الرب له اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك في العهد الجديد رأى المسيحيون الأولون في شخص المسيح تحقيق الوعود النهائية التي وعد بها الله لشعبه في العهد القديم إلا أن تحقيق نبوات العهد القديم في المسيح لم تكن تحقيقا ماديا بل روحيا فالمسيح لم يصعد على عرش عرش ملك زمني ليسود العالم بل صعد على الصليب ليجذب إليه الجميع وينشئ ملكوته لقب ابن الله إذن تحول معناه من ملك مادي بشري محصور في بقعة أرض إلى الملك الروحي الإلهي الذي يتخط حدود الممالك الأرضية ويمتد امتداد الله في الكون بأسره ففي كل مرة يدعو فيها العهد الجديد المسيح بلقب ابن الله فالقصد هو التجديد على حقيقة وأصالة إلهية المسيح فالمسيح ذو الطبيعة نفسها التي للآب تماما المسيح هو ابن الله هو مثل أبيه في جوهر طبيعته الإلهية تلك الطبيعة التي لا يشارك فيها أي مخلوق سنتابع في الحلقة القادمة عن علاقة الآب بالابن كما ذكرتها الأناجيل المقدسة ونعمة ربنا يسوع المسيح تشملكم جميعا آمين تشملكم 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 السلام شكرا